الحمد لله رب العالمين وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه فتلطفوا ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر وفسر رؤيا الآخر فيقتل ثم يصلب فتأكل الطير من رأسه فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال وأنه يقتل ومع قتله يصلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة وذلك أن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها قال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم وإنما يعبر عن علم ويقين وأما المناسبة في ذلك في أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد وهذا إنما يكون بعد قتله وصل به الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسبق أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن قصة يوسف عليه السلام فيها الدلالة على تعبير الرؤية من وجوه وهذه من جملة الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة قصة يوسف عليه السلام أن فيها دلالة على تعبير الرؤية من وجوه وفيها التنبيه على الأصول التي يقوم عليها تعبير الرؤى فذكر رحمه الله الوجه الأول الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام ثم ذكر في هذا الفصل الرؤية التي رآها الفتيان وهما فتيان دخل مع يوسف عليه السلام السجن كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا نبئنا بتأويله إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وكان من شأن هذين الفتيين أنهما كما ذكر المصنف رحمه الله تلطف مع يوسف في الخطاب وذكر ما رأياه فيه من الإحسان إنا نراك من المحسنين قد ذكر أهل العلم في كتب التفسير أمورا كثيرة هي من الإحسان قطعا الذي كان متصفا به عليه السلام في لطفه مع من هم معه في السجن وأخلاقه الجميلة عيادته لمريضهم تصبيره لمصابهم تسليته لمحزونهم إلى غير ذلك من الأوصاف التي هي داخلة في عموم ما جاء هنا إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين وهذا يستفاد منه أن من القواعد العظيمة الكبيرة التي تقوم عليها الدعوة إلى الله أن يكون الداعية محسنا معروفا بالإحسان حتى تقبل القلوب ما يقول وتقبل النفوس على دعوته بخلاف إذا كان خلاف ذلك فإن النفوس تنفر منه وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فمن القواعد المهمة في باب الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون المرء محسنا معروفا في مجتمعه بالإحسان يعرفه الناس بذلك فيطمئنون إليه ويرتاحون إليه ويرغبون في سماع كلامه ونصحه وإذا كان في أحدهم مشكلة أو هم فإنه يستشيره لما يراه عليه من الإحسان وهذا الذي وقع من الفتيين رأى من لطف يوسف عليه السلام وكريم أخلاقه وحسن تعامله وجميل شمائله عليه الصلاة والسلام ما دفعهما إلى القرب منه وسؤاله عن ما رآه كل واحد منهما وهما فتيان كل منهما رأى رؤيا أحدهما رأى نفسه يعصر خمرا رأى نفسه في المنام يعصر خمرا والآخر رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وطلب من يوسف عليه السلام أن ينبئهما بتأويل ما رأى في المنام طلب من أن ينبئهما بتأويل ما رأى في المنام وتلطف ليوسف مثل ما قال الشيخ أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى إلى الخلق يوسف عليه السلام لما سأله هذا السؤال الذي شغل بالهما لم يجاوب مباشرة على السؤال ما قال مباشرة أما أحدكما فيسفي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفديها لم يجب مباشرة على السؤال وإنما قدم بمقدمات ومهد بتمهيدات دخل منها ومن خلالها إلى إفادتهما بدرس عظيم نافع جامع واف في توحيد الله الأمر الذي خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه وهذا يستفاد منه أن الداعي إلى الله عز وجل ينتهز كل فرصة ويهتبل كل مناسبة حتى يقدم هذه الدعوة وهذا الأمر العظيم الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه توحيد الله سبحانه وتعالى فأعطاهما درسا نافعا وسيأتي الكلام عليه لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى أعطاهما درسا نافعا وخلاصة وافية في توحيد الله سبحانه وتعالى ثم من بعد ذلك أجاب عن السؤال قال يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسكي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفديهم ففسر يقول الشيخ رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده فيعصر له العنب الذي يقول إلى الخمر يعصر له العنب الذي يقول إلى الخمر وفسر رؤيا الآخر بأنه يقتل ثم يسلب ثم تأكل الطير من رأسه فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة والثاني رؤياه جاءت على وجه ضرب المثال الأول تأويل رؤياه هو حقيقة ما رأى الأول تأويل رؤياه هو حقيقة ما رأى نفس الذي رآه في المنام هو تأويل رؤياه فرأى أنه يعصر خمرا فتأويل ذلك كأنه يخرج من السجن ويرجع إلى مرتبته وخدمة سيده ويعصل له العنب الذي يقول إلى الخمر الآخر جاءت رؤياه على وجه المثال جاءت رؤياه على وجه المثال رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه لم يكن تأويل رؤياه مثل الأول أنه يحمل فوق رأسه خبزا ثم تأتي طير تأكل منه وإنما فسر رؤياه بأنه يقتل ويسلب وتأتي الطير وتأكل من رأسه تأتي الطير وتأكل من رأسه فجاءت رؤياه على وجه المثال وأنه يقتل ومع قتله يسلب ولا يدفن حتى تأكل الطير من رأسه يقول الشيخ هذا من الفهم العجيب والدقيق من الغوص على المعاني الدقيقة وذلك أن العادة أن الذي يقتل يدفن هذه العادة العادة أن الذي يقتل يدفن لكن هو أخذ من قوله في رؤياه تأكل الطير من رأسه أنه لا يدفن مباشر بل يبقى فترة مصلوبا ثم لا يكون أيضا من حوله أحد من الناس فتأمن الطير وتأتي وتأكل من رأسه تأكل من رأسه ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال يصل إلى هذه الحال وهذه ولا شك فيها خزي وفيها فضيحة وفيها سوء مصير دنيوي تقشعر منها الجلود وقال لهما عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان هذان الفتيان كما هو واضح من السياق ولا يعدل عن السياق الواضح إلا ببينه كل منهما رأى رؤيا والذي كان من يوسف هو أنه عبر لهما ما رأيا فما ذكر أن كل منهما لم يرى رؤيا وإنما قال ذلك على وجه التجربة جاء في بعض الأخبار أنه قالوا نجربه فكل منهما حدث بشيء لم يكن كذلك ما روي أن أحدهما كان صادقا والآخر كان كاذبا الذي قال إنه يعصر خمرا كان صادقا رأى ذلك والذي قال إنه يحمل فوق رأس خبزا كان كاذبا لم يرى شيئا فهذه الأقوال ليس في السياق ما يفيد ذلك ولا يعدل عن ظاهر السياق إلا بشيء بيّن واضح ولهذا يبقى الأمر على الأصل وهو أنه فعلا كل واحد منهما رأى رؤيا كل واحد رأى رؤيا في منامه أحدهما رأى في منامه أنه يعصر خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه وطلب منه أن يفسر لهم ذلك وهذا الذي أشير إليه هو أقول جمهور المفسرين في معنى الآية وأن كل منهما رأى ما أخبر عنه أحدهما رأى نفسه يعصر خمرا والآخر رأى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه تعبير يوسف عليه السلام للثاني أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه أشار الشيخ إلى أن هذا من الفهم العجيب وقال في تمام كلامه أما المناسبة في ذلك أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تتناول الميت تأكل الطير من رأسه تتناول الميت إذا لم يكن عنده أحد وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه فهذا دقة في الاستنباض من هذه الرؤية التي رأها الآخر قال رحمه الله ومن كمال يوسف عليه السلام ونصحه وفطنته العجيبة أنهما لما قص عليه رؤياهما تأنى في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويشتاقا إلى تعبيرها وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون أدعى لقبول الدعوة إلى الله لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما فدعاهما إلى الله بأمرين أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري فقال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق وإنما هي أسماء صلح على تسميتها أسماء بلا معاني فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما يقول الشيخ رحمه الله تعالى من كمال يوسف عليه السلام وكمال نصعه وعظيم فطنته العجيبة أنهما لما فص عليه رؤياهما تأنى في تعبيرها تأنى في تعبيرها يعني المتوقع والعادة أنه إذا سأل سائل عن تعبير رؤيا ما إما أن يقول مسؤول لست بتعويل أحلام من العالمين أو يفسر له رؤياه يقول رؤياه كذا وكذا رؤي يوسف تأنى يوسف عليه السلام تأنى وانتهز فرصة إقبالهما عليه بالسؤال واطمئنانهما إليه عليه السلام لإيصال دعوة التوحيد إليهما وذلك لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير الرؤيا ومراعات الأولويات معتبر ومهم فرأى أن تعليمهما التوحيد وانتهاز هذه الفرصة لتعليمهما التوحيد أولى من الدخول مباشرة في تعبير الرؤيا والنفوس الآن مستمعة له مقبلة عليه فأي فرصة ثمينة جدا فتأنى يوسف عليه السلام في التعبير لم يعبر مباشرة وعدهما بتعبيرها انظر هذا الكلام الجميل الذي قاله عليه السلام في تأنيه وفي إشعارهما أيضا بتأنيه وأنه لن يعبر مباشرة لكن لن يطول عليهم سيأتي التعبير متى؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكم فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن لعل يشير إلى لطيفة قد تكون يعني منطبق على الأمر أو لا الله أعلم النفوس لما ذكر الطعام متشوثة خاصة إذا كان جائعا لكن ليس له ليس له إلا أن يصبر وينتظر حتى يأتي الطعام الذي يرزقه وهو من رزقه فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما قبل أن يأتيكما فمثل ما أنتم تصبرون في انتظار الطعام إصبروا أيضا تأنوا استمعوا ويأتيكم التعليل بإذن الله سبحانه وتعالى لن يتأخر هذا حاصل حاصل الكلام لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكم فأحدث لهما بهذا طمأنينة طمأن التعبير سيأتي وسأعبر لكم لن أهمل لن أترك هذا الأمر وأيضا شوقهما إلى التعبير وأيضا هيئهما لسمع ما يقول وهذه كلها معاني عظيمة جدا وليتمكن من دعوتهما ليكون أدعى لقبول الدعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا المدخل مهم جدا في الدعوة هذا مدخل مهم جدا في الدعوة ما هو أن يقف الداعي إلى الله مع إنسان ما غير مسلم يقف معه في مشكلته ويتحدث معه عن مشكلته ويخبره أن عنده حل لها إذا كان فعلا عنده حل عنده حل مناسب من خلال هذا يقدم الدعوة أولا ثم يقدم الحل حتى لو كان الحل مساعدة بمال أو دلالته على طريقة علاج أو إلى آخره يجعل الدعوة هي الأساس وهذا الحل لمشكلته ماذا وسيلة لدعوته وسيلة لدعوته وهذا مسلك عظيم ويستخدمه استخدمه كثير من الموفقين في الدعوة إلى الله أحد الأشخاص بلغني خبره أنه تخصص في هذا المجال مع منهم في المستشفيات وعنده خبرة ببعض الأشياء فيأتي ويسأل عن صحته ويذكر بعض الآراء الصحيحة الجميلة في الصحة في العلاج ومنها يدخل وأسلم على يده عدد هذا مدخل عظيم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدأ الآن موضوع الدعوة بعد التهيئة والمقدمات فدعاهما إلى الله بأمرهم أحدهما أو أحدهما بحاله ما معنى بحاله أي حدثهما حديثا مختصرا عن سيرته وخاصة أنهما قال له قبل قليل إنا نراك من المحسنين أخلاقك جميلة تعاملاتك عالية أوصافك نبيلة فحدثهما شيئا عن سيرته عن نشأته في بيت نبوة وبيت إيمان وبيت صلاح فحدثهما عن ذلك وأن كل ما يرايانه عليه من الإحسان هو منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى ذلكما مما علمني ربي علمني ربي أي خصني به علم خصني به فضلني به يأتي سؤال هنا لماذا خصصت بذلك قال إني تركت إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون هذه الولاية الخاصة هذا التفضيل هذا الإنعام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هؤلاء كلهم أنبياء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء العبادة لله حق لله لا نصرف منها شيء لغير الله مخلصين ديننا لله سبحانه وتعالى ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء هذا الذي كنا عليه ونحن عليه من الإخلاص والبراءة من الشرك وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هو منة الله علينا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر بعد هذا الملخص المتعلق بسيرته قدمه كمدخل للمخاطبة المباشرة في أمر الدعوة بعد هذا المدخل دخل في الدعوة مباشرة دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار آلهة متشتتة وقلب من يعبدها ويتجه إليها ممزق ومشتت تبع لهذه التي هو متعلق بها وهي في الوقت نفسي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاءا ولا منعا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها أرباب متفرقون هذا التشتت والتمزق والضياع بين هذه الآلهة التي لا تملك شيئا خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد القهار الشيخ رحمه الله في تفسير لهذه الآية من كتاب التفسير قال وهذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه عادة أفعل التفضيل بابه أن يكون في المفضل عليه شيء من الأوصاف المتعلقة بالتفضيل لكن فاقه المفضل فإذا قيل فلان خير من فلان يعني كل منهما في خير لكن هذا خير من أفضل منه لكن هنا استعمل في غير بابه مثلا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه لو قال قائل العسل أحلى من الملح هنا يقال استعمل أفعل التفضيل في غير بابه لأن الملح ما فيه أي حلاوة ما فيه أي حلاوة فاستعمل في غير بابه هنا قال أرباب متفرقون خير أم الله هذه الأرباب ما فيها خير أصلا لا خير فيها ولا يرجى منها نفع ولا أي فائدة هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه خير أم الله الواحد القهار ذكر ثلاث أسماء حسنة لله سبحانه وتعالى كل واحد منها يقتضي أن يوحد جل وعلا وحده وأن يفرد بالعبادة الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما هو تفسير بن عباس لهذا الإسم ذو الألوهية أي الذي له نعوت الجلال والكمال والعظمة التي استحق بها أن يفرد وأن يخلص له الدين والعبودية التي يفعل العبد التي يقتضيها أو تقتضيها صفات الله العظيمة ونعوته الجليلة أم الله الواحد أي المتوحد بالجلال والكمال والعظمة والكبرياء والمتفرد بالأسماء الحسنة والصفات العليا الذي لا شريك له ولا مثال هل تعلم له السمية سبحانه وتعالى الكهار الذي قهر جميع مخلوقاته بقدرته ونفوذ مشيئته وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء الأمر أمره والخلق خلقه يقضي فيهم بما يشاء يحكم فيهم بما يريد سبحانه وتعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ثم يخاطبهما عن هذه الأشياء التي يعبدونها ما هي وماذا تكون ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤك ما أنزل الله بها من سلطان ما تعبدون من دونه إلا أسماء هذه الأشياء التي كانت يعبدونها هي سواء مثل الحجار الأخرى القريبة منها التي لا يعبدونها لأن الحجر الذي يعبدونه بجواره أيضا أحجار أخرى يتجهون لهذا الحجر دون تلك الأحجار لماذا؟ لأن هذا الحجر الذي يعبدونه أخذوه من بين الأحجار وأطلقوا عليه إسم فعبدوه هذه خلاصة الموضوع وإلا هو حجر مثل بقية الأحجار الموجودة بجواره وبعيدة عنه هي كلها على شاكلة واحدة لكن هذا الحجر المعين يعبدونه وذاك الحجر يمرون إليه ولا يلتفتون إليه ولا يعبدونه بشيء لماذا؟ لأن هذا الحجر أخذ من بين الأحجار ونحت على صفة معينة وأطلق عليه اسم معين وحينئذ أصبح ماذا؟ معبودا أصبح معبودا اتخذوا معبودا إذن حقيقة هذا الذي تعبدونه مجرد أسماء وإلا هي مثل غيرهم الأحجار انظروا إلى ذاك الحجر وإلى الحجر الآخر والثاني وكلها مثله لكن هذا الحجر الذي تعبدونه ميزتموه عن غيره من الحجارة أنكم مضعتوه في مكان معين وأطلقتم عليه اسما معينا وعبدتموه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم سميتموها أنتم وآباكم قل مثل ذلك أيضا في سائر المعبودات ليس في الحجارة فقط مثلا قبر يعبد هو مثل غيرهم القبور مخلوق لله لكنهم خصوا بأشياء بصفات فاتخذوه معبودا بنوا عليه بنايات وضعوا عليه أشياء واتخذوه معبودا وإلا هو قبر مثل بقية القبور صاحبه لا يملك لغيره نفعا ولا عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا حياتا ولا نشور هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى كله بيد الله ليس لأحد في ذلك شيء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم ما أنزل الله بها من سلطان السلطان الحجة ما أنزل الله بها من سلطان قل لا يوسف عليه السلام ما أنزل الله بها من سلطان مثلها أيضا في سورة ودق والشعيد ما نزل الله بها من سلطان ومثل أيضا في سورة النجم فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذا حقيقة يستفاد منها فائدة مهمة جدا في هذا الباب وفي عموم أبواب الدين ما يوجد بين الناس على وجه الأرض من عقائد وأديان وعبادات إلى آخره هذه لا تخلوا من حالتين لا تخرج منهما إما أن تكون منزلة من الله نزل بها وحي لأن الدين لله الدين لله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الدين لله سبحانه وتعالى ليس لأحد كائنا من كان الدين لله يشرع ما يشاء ويحكم سبحانه بما يريد فإما أن يكون نزل به وحي من الله أو يكون الدين الذي عند الناس نبت في الأرض ما نزل به وحي نبت في الأرض ما معنى نبت في الأرض أي اخترعت عقل الناس فأديان التي عند الناس إما نازلة أو نابتة إما نازلة أو نابتة نابتة فالدين الذي نزل بالوحي نزل به وحي من الله هو الحق فقط هو الحق الذي نزل به وحي من الله هو الحق لأن الدين لله ليس لأحد سوى وما لم ينزل به وحي وإنما نبت في الأرض هذا باطل فكل دين نابت في الأرض فهو باطل ولا يمكن أن يكون الدين حق إلا إذا نزل به وحي من الله ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله هذا تقرير للمعنى المتقدم إن الحكم إلا لله الله عز وجل هو الذي له الحكم هو الذي يشرع وهو الذي يحكم بما يريد يأذن بما يشاء يشرع سبحانه وتعالى ما يشاء يرضى ما يشاء لعباده دينا ورضيت لكم الإسلام دينا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه ما في شيء آخر أمر أن لا تعبد إلا إياه كل هذه الأشياء التي تفعلون ما نزل بها سلطان منها كلها نبتت في الأرض وكلها من اختراع الناس وكلها ضلال وكلها باطل ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه هذا التوحيد نفي وإثبات إلا إياه هذا هو التوحيد نفي وإثبات والتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده ذلك الذي شرحه لهم وبين الدين القيم الدين القيم الدين المستقيم الواضح البين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون انتهى بهذا من خلاصة وافية عظيمة في تقرير التوحيد بعدها قال لهما يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفديان الشيخ يقول رحمه الله بعد أن أورد هذه الآيات يقول في تقرير ما دلت عليه فإن من توحد نعم قال رحمه الله فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسنيتها أسماء بلا معاني فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفعوا وأنفعوا ولغيرهما نعم هذا حاصل ما ذكره يوسف عليه السلام لصاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد أم الله الواحد القهار الواحد أي من توحد بالكمال من كل وجه والقهار الذي قهر العالم العلوي والسفلي والله المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا الآخر هذا الشأن هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها أرباب متفرقون أرباب متفرقون كل قوم يدعون أولوهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق وإنما هي أسماء استلحوا عليها على تسميتها أسماء بلا معاني أسماء بلا معاني أسماء بلا معاني يعني سموها بأسماء معظمة مفخمة أكبروا شأنها لكنها ليس بلا معاني تلك الأسماء لأن تلك الأحجار هي كما قدمت مثل غيرها من الأحجار مثل غيرها من الأحجار يعني خذوا مثالا يقرب مثل هذا المعنى كان نفرا من المشركين في سفر وكان معهم حجر لا أطلق عليه اسم معين وكلما أقاموا في مكان نصبوه وعبدوه نصبوه وعبدوه في أثناء الطريق فقدوه فقدوا فقدوا الحجر فأخذ ينادي ينادي بعض بعضا يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا ضاع ربهم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا يقول فتفرقنا بين الأشجار وفي الأودية نبحث عنه هذا الرب المفقود بينما نحن كذلك إذا بمناد ينادي يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه إنا وجدنا ربكم أو شبهه ما معنى شبهه يعني واجدوا حجر يشبه الحجر الذي فقدوه يقول فاجتمعنا عليه وعبدنا هذه حالة مساكن الحمد الله على الحمد الله على منته سبحانه وتعالى بالتوحيد وهي أعظم منها أعظم منها وإلا هي أحجار أحد الأشخاص في الجاهلية قصد حجرا من تلك الأحجار التي أطلقت عليها مثل هذه الأسماء لقاصدا عبادته فلما وصل إلى الصنم الذي هو قاصد عبادته وجد فوق رأس الصنم تعلم يبول والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى قدمه والآن جاء مسافة طويلة قاصدا عبادة هذا الصنم والسؤال إلى آخره فقال بيتا من الشعر وانصرف قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب لقد هان من بالت عليه الثعالب وانصرف وتركه واحد من الهنادكة قرأته قصته قبل وقت سبب إسلام أنه يقول كنت مع والدي ذهبنا إلى المعبد المعبد في أصنان يقول فوجدت كلبا يقول على رجل الصنم من فوق رأسه يقول فعفت هذه العبادة وتركتها وكانت رؤياه لذلك المنظر سبب هذه الأحجار التي يسمونها كذا وكذا لو لم يكن حولها حراس بالت عليها الكلام ما تملك لنفسها شيئا ولا فضلا عنها أن تملك لغيرها ولعلكم تعرفون قصة معاذ بن عمر بن جموح ومعاذ بن جبل فتيان الأنصار لما أسلم قصة مع عمر بن الجموح التي كان سبب إسلام كان عنده صنم في البيت فكانوا يأخذون بالليل إذا نام ويضعونه منكسا على العذرة فيصبح ثم يبعث عن ما يجده ثم يجده على العذرة منكس فيأخذه ويغسله ويطيبه ويضع في مكانه يعبده وهو أخرجه قبل قليل منكسا على العذرة ثم الليلة الثانية ثم الثالثة ليلة من ليالي جاء بسيف جاء بسيف ووضعه عنده وقال دافع عن نفسك دافع عن نفسك فأخذوا السيف ورموه في بئر أيضا منكسا على 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 رأسهم فلما رأاه للمرة الأخيرة تلك عافه وكان ذلك سببا لإسلامه فهي في الحقيقة أحجار لا تملك شيئا لا تملك شيئا لو فهم من يعبدها أنها لا تملك شيئا لا تدفع عن نفسها لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا نفعا ولا شيء من ذلك هداه ذلك إلى التخلي عن عبادتها وترك عبادتها وأن الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى الواحد القهار يقول الشيخ في خاتمة حديث فرأى دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما أنفع لهما ولغيرهما نعم قال رحمه الله الفصل الثاني وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستولي عليهم سبع سنبلات سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهالته وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها وقالوا أضغاظ أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف عليه السلام وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف وأنه كفيل بمعرفة تفسيره فلما جاء يوسف عليه السلام قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقارات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق ولهذا قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون أي ما أهم الملك وأزعجه ولاعاه ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات وهي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهز الفرصة ويعد العدة للسنين الشديدات فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد ولهذا قال تزرعون سبع سنين دأبا ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحصين والاقتصاد فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون أيحفظ الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والسوس بأن تبقى في سنابلها ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يسرفون في الإنفاق بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجدبات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحصنون وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رأيها والمناسبات المتعلقة بها فك الرأي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها فك الرأي لها من الساحة الأخرى مما تتعلق به أرواح نعم فرائي في نصفة أخرى دوفا على كل تراجع هذه نعم وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رأيها والمناسبات المتعلقة بها فكراء لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية وجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرف عليها الأرض والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجافها تبع للسنين أيضا فإذا أخصبت سمنت وإذا جدبت عجفت وهزلت وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كفرة الماء والسنين المخصبات وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات فالحرث للأراضي وسيلة ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو لغاية من ذلك والمقصود هو الغاية من ذلك والمقصود وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي يحصل للناس فيه غيث مغيث تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك نعم هذا كله يؤجل إلى اللقاء القادم وأنبه أن غدا الثلاثة لا يكون موجودا الدرس يوم الأربعة وأيضا أنبه أن هذه الدروس هي من الأحد إلى الأربعة فقط أربعة أيام الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة لكن غدا الثلاثة لا أكون موجودا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه جزاكم الله خيرا شكرا شكرا شكرا